الحقيقة الأخ أبو سليمان أيضا الشيخ أشار إلى ملحوظة أو نقطة مهمة وهي يقول بعض الناس عندما يقوم من السجود إلى القيام بثقل يشرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائما فهل صلاته صحيحة؟ في النافلة لا بس وأما في الفريضة فلا يشرع في الفاتحة حتى يعتمد قائما إلا إذا كان يعجز عن القيام فلا بس أن يصلي جالسا ويقرأ الفاتحة وهو جالس نعم